هذه أبرز العناوين الوداد الرياضي يستفيد من مبلغ مالي كبير من صفقة انتقال ياسيان بونو إلى الهيلة السعودية بلاغ عاجل من إدارة قلاطسراي بخصوص التعاقد مع حكيم زياش شرط يهدد عودة لاعب بارز بالمنتخب الوطني إلى قائمة الأصود والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الوداد الرياضي يستفيد من مبلغ مالي كبير من صفقة انتقال ياسيان بونو إلى الهيلة السعودية انضم ياسيان بونو الحرس المغربي المميز للصفوف نادي الهيلة السعودية قادمة من نادي إشبيليا الإسبانية ليدعم الصفوف الفريق الذي تعاقد مع العديد من النجوم في الفترة الماضية على غرار البرازي لنايمار دا سيلفا ومن المنتظر أن يحصل النادي الوداد الرياضي المغربي على منحة تقدر بأكثر من 800 مليون سنتيمة حصة تكوين الحرس بمدرسة الفريق حيث أن بداية الحرس بونو كانت مع الفريق الأحمر ومنه كانت انطلقته قبل التوجه إلى الدورة الإسبانية وتألق الحرس الدولي المغربي ياسيان بونو لأول مرة في الوداد الرياضي في نهاية دور أبطال أفريقية أمام الترجية التونسية بعد إصابة الحرس نادر المياغرية وبعدها قرر المغادرة إلى أطيتيكو مادريد الإسباني ثم إعار إلى السرقوسطة وانتقال إلى جيرون ومنه إلى إشبيليا الذي كتب معه تاريخا عظيما ويعتبر بونو واحدا من أبرز الحراس في العالم والذي سيكون أساسيا على حساب عبدالله المعيوف ومحمد العويس وهو الذي تألق مؤخرا في السوبر الأوروبي أمام مونشستر سيتي روما خسرت إشبيليا بركلة الترجيح بلاغ عاجل من إدارة قلات الصراي بخصوص التعاقد مع حكيم زياش أكد نائب رئيس نادي قلات الصراي إردان تيمور مساء الخميس بإسطنبول أن المفاوضات جارية لضم الدولي المغربي حكيم زياش إلى النادي التركي لكرة القدم وقال تيمور خلال تصريح صعوب تنقلة وسائل الإعلام المحلية لقد وصلنا إلى مرحلة معينة بخصوص انتقال حكيم زياش فالمفاوضات جارية وسنعلن نتيجتها عند انتهائها مؤكدا أنه لم تكن هناك أي مشكلة مع صحة اللاعب حتى هذه اللحظة وكشف الموقع التركي المتخصص في الأخبار الرياضية أن الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلس الإنجليزية يقترب من التوقيع مع قلات الصراي التركية وبفضل مسيرتي في مونديال 2022 وقدرتي على خلق الفرص أصبحت دولي المغربي لاعبا مطلوبا في سوق الانتقالات وانضم النجم أصد الأطلس البالغ من العمر 30 سنة إلى تشيلسي من آيكس مستردام مقابل 33 مليون جنيه أسترليني في العام 2020 وكانت مسيرته مع البلوز غير منتظمة حيث عانت دولي المغربي من العديد من التغييرات على رأس الإدارة التقنية للنادي اللوندونية وفي نير الماضي أعلنت مشاكل إدارية إعارة حكيم زياش لباريس سانجرمان خلال اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الشتوية شرط يهدد عودة لاعب باريس بالمنتخب الوطني إلى قائمة الأصد من المقاررة يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم كلامي ليبيريا وبورك نفاصو في شهر الشتنبر المقبل حيث يتجه الناخب الوطني وليد ريجراجي إلى الحزن في القائمة التي سيوجه لها الدعوة لخوض المباراتين وكشفت صحيفة العربية الجديدة أن ريجراجي اشترط على مساعده راشيد بن محمود وغرب أنزين شيئا مهما بخصوص ملف أمين حارث لاعب نادي أولمبيك مارسيليا بعد عودته إلى الميادين وأوضح المصدر نفسه أن ريجراجي أكد لمساعده أن حارث مطالب بالحصول على مركز أساسي في صفوف فريقه الفرنسي في حال أراد العودة إلى صفوف الأصد وتابع المصدر ذاته أن مدرب المنتخب الوطني شدد على أنه يملك في الوقت الحالي عددا من البدائل خصوصا في ذلك تألق عدد من لاعب المنتخب الأولمبي واختتمت الصحيفة أن ريجراجي يتجه حاليا إلى استدعاء عزد أونحي من مارسيليا في انتظار أن يتبت حارث أنه قادر من جديد على تحامل المسؤولية كاملة في خط وسط المنتخب الوطني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدت عن الميادين لفترة طويلة ثلاث أسباب دفعت ياسين بونو للموافقة على عرض الهلال السعودية أعلن نادي الهلال السعودية عن ضم نجم المغرب ياسين بونو حارث مارما المنتخب المغربية قادما من الفريق الأندلسي إشبيليا الأسبانية بعد توصله لاتفاق مع مسؤوله للتعاقد مع بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحسب ما ذكره موقع العربية الجديد فإنه علم من مصدر مقرب من ياسين بونو أكد أن الأخير كان ينتظر اتفاق فريق إشبيليا مع مسؤول الهلال على بعض التفاصيل قبل حزم حقائبه والانتقال إلى الفريق السعودي وهو ما تسبب في التريوت لإعلان التعاقد فيما كان بونو قد أعطى موافقته على الانتقال بعد أن سهمت ثلاث عوامل رئيسية في موافقته على العرض العامل الأول هو القيمة المالية لعرض نادي الهلال وتعتبر القيمة المالية للعرض الذي عرضه نادي الهلال على النجم المغربي ياسين بونو ونادي إشبيليا من أبرز العوامل التي دفعت الطرفين للموافقة على هذا العرض الذي رشحت مصادر مقربة من الحارس أنه وصل إلى 21 مليون يورو ما يغري النجم المغربي ومسؤول الفريق الأندلسي السبب الثاني هو الشح العرض الأوروبية كما أن التوضع القيمة المالية للعرض التي اتلقها نادي إشبيليا من بعض الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع ياسين بونو جعل الأخير يتخوف من مواصلة المشوار مع الفريق الأندلسي لمواسم إضافية وهو الرغب في تغيير الأجواء هذا الموسم إضافة إلى كرسي الاحتياط والتقدم في العمر فقد ظل النجم المغربي ياسين بونو حبس كرسي الاحتياط بشكل مفاجئ في عدة مبارية خلال الموسم الكرة والماضية بعد أن قرر خصي الويس من ديلي بار المدير الفني لإشبيليا الاعتماد على السربي ماركو ديموتروفيتش كحارس أساسي ما أطر حفظة حارس مرمى منتخب المغرب ودفعه للتفكير في البحث عن أفاق أرحب علما أنه يعتبر من أبرز حراس مرمى في العالم كما أن بولو غايسين بونو الاثنين والثلاثين من العمر وتوضع راتبه السنوي مع نادي إشبيليا عاملان أخران دفعه للموافقة على العرض السعودي عقوبة قاسية في حق أنس زروري قبل التحاقه بالأسود أصدرت رابطة الدور الإنجليزي الممتاز عقوبة قاسية في حق الدولة المغرب أنس زروري موهج منادي بيرل الإنجليزي عقوبة طرده في مباراة مونشاستر سيتي برسم أولى جولة البريمير ليغ اتقرر معاقبة الدولة الزروري بالإيقاف لثلاث مباريات وجاء قرار الإيقاف المجحف في حق الزروري بعد طرده في أول ظهور له مع فريقه الوفيد الجديد على منافسة البريمير ليغ بعد أن تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة عندما تدخل بشكل قوي في حق الإنجليزي كايل والكر مدافع مونشاستر سيتي وسيت أتر الدولي أن الضروري من الغياب عن ثلاث مباريات قبل انضمامه المرتقب إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني خاصة وأن المدرب وليد ريجراج يأمل في حضر الأصد بجهزية كاملة لخوض رسمية ليبيريا عن ختام تصفيات الكانة أوديات بوركنافاسو في فرنسا الوداد رياضي يستفيد من مبلغ مالي كبير من صفقة انتقال ياسيانبونو إلى الهلال السعودي بلاغ عاجل من إدارة قلاط الصراي بخصوص التعاقد مع حكيم زياش شرط يهدد عودة لاعب بارز بالمنتخب الوطني إلى قائمة الأصد ترجمة نانسي قنقر